ننتقل بالرادار إلى السودان فقد خرجت في شوارع الخرطوم تظاهرات بدعوة من لجان المقاومة وقوى سياسية تمهيدا لتظاهرات أكبر في الثلاثين من يونيو الجاري وهي ذكرى المليونية التي خرجت عام 2019 تنديدا بأحداث فضل اعتصام وللدعوة إلى سلطة مدنية كاملة وقد أغلقت السلطات جسر أحد الجسور طبعا الرابطة بين الخرطوم والخرطوم بحري فيما أبقت على الطرق المؤدية إلى قيادة الجيش مفتوحة فيما انتشرت قوات الشرطة في بعض المواقع قبيل انطلاق التظاهرات رشا الرشيد تنضم إلينا من الخرطوم تحدثنا عن زخم هذه التظاهرات اليوم التي انطلقت في شوارع السودان والصور ربما واضحة تماما في الخلفية رشا هناك منوشات بين أجهزة الأمن وبعض المتظاهرين نعم المظاهرات فضيلة وهي لساعات استمرت حالة الكروة الفر كما تنقل الكاميرا الآن والقوات الأمنية تحاول إبعاد المتظاهرين من الناحية الجنوبية للقصر الرئاسي والقصر الجمهوري وهنا نرى المتظاهرين وهم يتراجعون للخلف هذه الحالة من الكروة الفر بين الطرفين بدأت منذ الواحدة ظهرا بتوقيت الخرطوم عند نقطة الالتقاء والالتقاء المواكب هناك أيضا فضيلة مواكب أخرى في مدينة مدرمان وفي بحري وأيضا في بحري في عدد من النقاط ربما هي تظاهرات دعت لها لجان المقاومة حتى تكون مظاهرات مركزية يتجي فيها جميع المتظاهرون نحو القصر الرئاسي ولكن ما يحدث هو أو ما حدث فعليا اليوم هي مظاهرات لا مركزية عدد من التجمعات للمتظاهرين في عدد من المناطق وهم يطالبون بالمدنية وأيضا يطالبون بعودة المسار ديمقراطي نرى الآن الغاز المسيل للدموع القنابل الصوتية ونرى أيضا القوات الأمنية وهي تحاول إبعاد المتظاهرين مع وجود إغلاق لأغلب الشوارع من قبل القوات الأمنية وأيضا من قبل المتظاهرين الذين يحاولون إغلاق الطرق حتى لا تستطيع القوات الأمنية أن تصل إليهم شكرا جزيلا لك رشا الرشيد مرسل سكاينيوز عربية في الخرطوم